السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير كنرحب بالناس الجذود والناس اللي دائما متابعيني وكيت سنة والجديد ديالي شكرا لكم جزيل وشكرا للناس اللي انضموا القناة وخلوا لي يا كومنتر زوينا محافزة شكرا لكم جزيل وكنتمنى دائما تبارتاجي والفيديو هاديلي مع الاهل والاحباب والاصديقاء باش تعموا الفائدة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد الاقترح دياليوم هو هاجوج ديالشكيلة ديال الحلوة ديال العيد اللي خرجتهم من عجينة واحدة جيد اقتصاديا ولكن الماضاق روعة 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 نتمنى ان شاء الله تجربوه كي جيوا فتيين هاجوج شكيلة هنتم كيف ما كتشوفو اللي فتاوة ما نهضروش عليها والبنة البنة خيالية وعد زيد عليها الاقتصاد هات الشي تحنا اللي كنقلبو عليه كي جيوا فتيين بزاف بلا زبدا وبلا بيض بزاف اللي يعني كي بغيوا حليوات بلا بيض او عندهم حساسية من البيض وحتمني كي يسخل حال يعني يستحسن ديرو حليوات بلا بيض عندوز معاكم مباشرة نبدو الطريقة اللي هي ساهلة هالطريقة ملفن كلكم يعني نتبعو المراحل ولكن هاد الحلوة هادي هادي ره ما فيهاش المراحل لمعقدة بإمكانكم تديرو كل شي يعني في دفعة ما فيهاش مراحل اللي هي معقدة بمجرد ما غدوز هاد الخطوة هادي بإمكانكم تديرو يعني المقادير الأخرى دفعة واحدة ما كان حتى شي مشكل خديت هنا حبا ديال النافيل هاد الحبا ديال النافيل اللي غسلتها مزيان وكنخليها بالقشرة ليالها وكننقلها فقط العظيمات ديالها وكنقطعها هكا قطعوها كيف بغيتو حي دولها غير عظيمات وديروها في الخلط الكهربائي باش تطحن وكندير عليها هنا وحد نصف كاس ديال الماء جبرتها أنا شوية أنا شفاء لها درت نصف كاس إلا كاجبرتو هاد الحبا ديال الليمون إمكانكم تديرو تا الليمون ديال العاسر إلا كان حلو إمكانكم تديرو خليوا لقشرة ديالو يعني غيت تغسل مزيان داك القشرة من الموبيدات وكاد تطحن مزيان مع نصف كاس معا ديرو إلا جبرتوها فيها الماء وغير بعاد المعالق أنا جبرتها شوية شوية نصف كاس كان ديرو يتصفة وكنناخد هنا وحد جوجو معالق ديال النشا خسنين خدمو ذاك النشا مع هاد الخليطة ديال لسفيت ديال البرتقال لتحنس ديال الليمونة وكندير هنا وحد القبيصة ديال الملح ضروريام قبيصة ديال الملح وكندير صاشية ديال الفاني هاد الصاشية ديال الفاني أنا بنسبة لي غي تخرج لوغو ديال الليمون أو البرتقال بإمكانكم إلا كي يجبكم الليمون يكون طاغي يعني النقهة ديال البرتقال تكون طاغية تديرو النقهة ديال البرتقال زيدوها على هاد الشي اللي تحنتو على هاد برتقال اللي تحنتو صافي هنا كندير وحد زلفة ديال سكوار غلاسي وزلفة ديال الزيت زيت العادية وخمارة هاتم كان دير كل شي في دفعة واحدة كيف ما شرحت لكم في الأول يعني ما كانت اشي حاجة ليه مع قطاسة في كلمدهو هنا نخدمه فقط هنا غنتأكد ما بقاوش الحوبيبات ديال السكوار غلاسي أو ديال النشا نبقى نخدم هكما زيان وكنتأكد وكنحاول نحكب الراحة ديال يد ضغية ضغية صراحة ما كتعدبش كل شي كان ديروه دفعة واحدة بس ديتناء هاديك الليمونة اللي في الأول كان طحنوها وكان صحيوها أنا قلت لكم إلا كانت يعجبوكم شوية ديال لك الحوبيبات الصغار يبقى وديال برتقال بإمكانكم تخليوهم ما كان حتى شي مشكل يعني وهدي فرصة باش الناس اللي ما كيبغيوش البيض وكي اللي ما كيبغيش البيض والزبدة وكي اللي ما كيبغيش البيض وكي اللي ما كيبغيش البيض يعني هادي كتبقى حليوه اللي هي بسيطة وناجحة مية في المية جربوها جربوها يعني جربوها وإلا عجباتكم غادي تسجلوا المقادير وخليوها عندكم ما فيها بس هانتم العجينة ديال هكا جيناجحة عندكم يشمتكم غير دقيق دقيق الفرص باش متشمتوش اللي يدلي عندي فيها العجينة كتلصق كتلصق لي فيها العجينة كيبغي بحالي خسني نزيدها ولكن اللي يدلي ناشفارة وكم شفتوا هانتم ما قد تسجل ليها مجرد ما غسلت يديها هانتم ما قش قد تسجل فيها العجينة هانتم كتتخدم بسهول العجينة ديال هاناج هوا ما قد تسجل في اليد صافي هنا كان ناخد هكا واحد الكمية هكا كوي ورا صغيرة وكان نحاول نمسطها هكا في هات السكار سانيدة او سكار حبيبات كان نديرها في الأول طويلة وكان نحاول نضغط عليها في ذاك سكار سكار حبيبات وكان نجيب سكين هكا ونقلبها لدهار ديالو ونبدن ندير هكا يا هدا الزوقة اللي هي بسيطة ولكن كتجيزوينة صارحة كتجيزوينة بزف كان نجيب اللطه ديالي ونبدن نستفع انا عاد بديت عاد بديت هذه اللولة ماشي يعني خدمت عادة صورت لكم راني غادي معاكم انا يعني غادي معاكم بالتفاصيل يعني اللي هي واضحة نفس شي كان نكمل بنفس الطريقة نجيب هات السباعات ونضغط عليهم ونحاول نضغط عليهم وننزلهم هكا يا في اللاطا غن نوريكم شكييل تاني انا ماشي كلهم غن ديروا فلاطا واحدة كل شكييل غن ديروا فلاطا ولكن غا غادي نشرح لكم هات السباعات هادو غنخليهم هكا عاليا هكا يا غير بحال هكا وكان نبسطهم شوية بصبعي ماشي بزف ما كيجوش بحال الاخرين هانا غادي نوريكم وتشوفو هانتم هادو كيجو سباعات وبحال هادو كيجو نازلين كيجو هكا كتعرفوه الصابلي كيجو هكا صابليات كيجو ارقاق كنزينوهم غير هكا كياب كيف ما قلت لكم داب هادو تزين ديرهم صفيه هادا ما غاديش نزيدوهم شي حاجة ولكنتو ميلا بغيتو تتفننوا رهما كيجو نحتاج مشكلة كل اخت كتبغي تتفنن في المطبخ ديالها غادي ندخلنا هاد اللطا ديالي اللولا غادي ندخلها الفران الفران حاولو تخليوها شوية مهيلة باش ما كيجوش محروق من الجناب باش كيجو اللون ديالهم موحد صفي هادي كدخلت هالفران طياب ديالها عادي كتكون في اللولا عافية من تحت اللطا ونوليو عندي ورها في الوجه ديال اللطا هادو اللي درت صبيعاتهم هادو اللي قلت لكم كان نبسطهم غير شوية بصبعي هكا غير شوية بحال كي نزلوا حد شوية صفي وكان خليهم هكاك وحتهم اغي كان حيداك اللطا كان ندخل هاد اللطا هادي وكان قابلهم زيان باش كيجو اللونين ديالهم زوين ما كيجوش جناب محروقين كيجو بحالة تشكيل هكا هانتم شوفوا الطياب كيجو زوين مني كان يكون الفران مامجهتش كيجو عليها تشكيل هادا هنا كان جيب كوكاو هاد كوكاو اللي خديته هاد كوكاو ملح يعني ماشي كوكاو خضر هادا كوكاو يعني مقلي وفيه الملح ديالهم وكان فرقوا وانحيدو القشرة هوا هادا كان فرقوا غير هكا بيديالي كان يكون مقلي ضغياء كيجو هانتم كيكون مقلي ضغياء كيتحيقوا ذاك الكشرة وكيجي بنين يعني هاد الحلوة والله العظيمة اللي كاتجي غزالة سبارك الله كاتجي في النام سافي كنجيب المربا أو الكونفيتور اللي كيكون سائلين الحلويات وكندهنغين نص في هاد الصبع بحال هكا وكنحاول نديرلو بحالة لاتشكيل هكا بإمكانكم نص اللي اللي غاديبقى لكم يعني تديرو لو تزين واحد اخر مثلا تغطسوه الشوكلاة ولا انتم هاد غايت شوفو انا شنو غادي ندير ليه كنستمر هكا انا موجدش البلاطو حداية باش ننزل كننزل ده باغي فوق الحلوة فوق هاد الحلوات الاخرين عاد غادي نجيب البلاطو ونقلس ننستف انا غايت نوريكم الطريقة فقط سافي كندهنوغين نص في حلاكة وإلا بغيت الدهن لا يعني ما كان حتى شي مشكل كيجيزوينا دهنوها كاملا وتغطسوها كفدك كوكو ولي مملح كيجيزوي دهك كوكو مملحها كففد زين صراحة انا بالنسبة ليه جاني احسن من كوكو ولي كيكون هكا كخضر صراحة وخاك نجليوه شوية هاده كيجي حسن كيجي مملح كيجي بنين كتي الحلوة زوينة يعني ميرارا انا سبق لي زينت بيه وكيعجبني كيجيزوين سافي عجبتها كاللاطا ديالي وكنستف هاد الحلوات كاملي كنستفهم على هات الشكل كيف كيف مكتشوفو ويلالاحتو الجيهات اللي يعني هادو سطير مع السطير الجيهات اللي ممزوقينش هوم اللي كنديرهم هكا جايين قراب هاد سطير مع هاد سطير انتمنى تكونوا فهمتوني باش مني نكون كنزين مشي هكا ندوز هكا يعني دك شكلت مشي قطر لي على الحلوات الاخرين الجيهة اللي ممزينيش انفس الصف ديال الحلوات اللي ممزينيش انفس مع الصف الاخر ديال دك الجيهة اللي ممزينيش باش كيجوني هكا اقرب هاتو ما تشوفو كيف هاش غادي ندير هنا خديت شكلت ديالي الأسود بإمكانكم دائما كانتكم الختيار بإمكانكم تاخدو شكلت بيد أنا عمرتو هكا جبت هات السورن اللي هي جديدة دائما كان نخلي وحيدة جديدة للحلوات باش كان زين كتجيني سهلة مني كان كون غادي ندير خطط وكنشي بحالة شكيل هكا دب هكا مني كان كون كنصوب جيهة اللي مليه غادي قريبة هاتو مضغيات زد الجيهة اللي مليه يعني كتجيني سهلة صافي عاو تعني ونعمر السورنك ديالي عاو تعني ونقولي نزين جيهة اللي مليه كتجيني سهلة ولي بغايتو تبقى تزينو غير هكا بلوحيدة كل وحيدة بوحديها كنتشين مشكلة تزين كيبقى اختياري كيف ما قلت لكم كيمكلكم تغصوهم كامية مشكلات او تزينو غير ذاك الشكل اللي يدرت ديال ديال كوكو ملح كيجيوها للمضاق كيجي روعة وبإمكانكم تديرو بحالات شكيل وبإمكانكم تديرو شكلة بيد يعني الاختيار راكيب قاليكم فقط انا اعطيتكم لاباز اعطيتكم واحد شكيل اللي هو باسط وانتم ما تفن انو كيف بغيتو حليوة الصراحة كتجيرها بجوش ومكيجيو شكيلة ومكيجيوش كيتشابوه في المضاق تزين كيخليهم يجو شوية مختلفة صافي الخرارة مزينة ما عندنا ما زينو فيها صوبناها في الأول وكتجي الحليوة دينا نتمنى الفيديو ينال إعجابكم كتجي الصراحة الحليوة كتجي رائعة من ذاك الشرفي نتمنى للناس كتار اللي بارتاجوا هذا الفيديو وينضموا الناس كتار للقناة شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر